والسؤال عن وضعية أسرة المقاومة وصبل الارتقاء بها للسيدات والسيدة النواب المحترمين للفريق الحركي تفضل السيد النائب شكراً سيدة الرئيسة السيد الوزير سؤالي أطرحه اليوم باسم الفريق الحركي يتعلق بأسرة جيش التحرير والمقاومة هذه الأسرة التي أعطت الكثير ولكن مع الأسف لم يخدت حتى القليل بغينا نعرف الرؤية للحكومة أشكت وجد الحكومة لصالح هذه الأسرة وشكراً السيد الوزير شكراً سيدة الرئيسة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على السيد المرسلين السيد نائب محترم ونخلكم الفريق الحركي المحترم المقاومة وجيش التحرير أي حاجة أعطيناهم مع مران وفهم الحق ديالهم بالنظر للجسامات والتاريخية الموقف والمهمة التي قوم بها في استقلال المغرب لكن في المقابل القول بأنه حتى حاجة ما عندهم الآن أو ظروفهم في واحد المستوى عصيب جداً يمكن فجد المبالغة يجب التذكير بأنه الحكومة المتعاقبة تمكنت من إرصاء واحدة منظومة الرعاية وديل الدعم من خلال واحد جوجة علاقة للتعويضات اللي هي أساسية تطلع أنحاو تقريباً ٤٤٦٦٥ مقاومة ودو الحقوق وأرامي الشهداء إلى خيره سواء تعويض إجمالي أو راتب معاش العطب هذه أمور مكتسبة بكل تأكيد كي نلاقيها أخرى من الامتيازات ومن المنافع اللي معروف اليوم أنه يستفتون منها سواء رخص النقل العمومي المسافرين ورخص سيارات كينتغطي صيحية لكن الشيكول بطبع الدحال ما كافيش خصوصاً أنه منذ عشر سنوات أي من واحد نوامر بالضبط ٢٠٠٣ إلى اليوم القانونين اللي بموجبه مقاعد اعتماد لهذا النوع من الامدادين ما التغيروش ٥٠٠٠ جوج و ٤٤٠٠ جوج اليوم الحكومة واعية بأهمية الانتفات لهذه الشريحة والانتباه لها ضمن هذا المراجعة تصحير اختلالات الاجتماعي اللي كانت في البلاد والليوم كانت في مجموعة كبيرة من المؤشرات التي تقدموا للإنجاز اليوم هناك إرادة عند المندوبية السامية أنها تباشر مع السلطة المعنية إدخال تعديلات على هذه القانونين من أجل أن يطرهم إن شاء الله رعاية في مستوى يلقوا بأدوارهم التاريخ شكراً لكم شكراً سيد الوزير تعقب السيد النائب شكراً سيد الوزير مني كانت في الدر لم أكن أدرش منفارة مني كانت في أنه أسرة المقاومة موجيش تحرير مع الأسف الأسرة المهملة قلت بأنك تستحق الكثير والذي أعطيناها هذه خصوة أكثر ولكن لم نريد أن أكثر نريد أن نقلل قليل أجل أن تعيش أنا مني كانت في الدر لم أكن أدرش منفارة ولم أكن أدرش بأنه يعود لينا سألني أني أنني أتميوح الأسرة المقاومة نعيش معهم ونعرفهم اليوم المقاومة الذي لم يكن لديه أبنه أو أبنه هزه سألني أن يسعى لا تقول أنه تعويض الإجمال والتعويض على العطاب التعويض الإجمالي في 350 درهم أو 400 درهم والتعويض على العطاب سألني أن نعرف كيف يصل إلى 400 أو 500 درهم اليوم أسرة المقاومة أرى تقليل العدد التي كنا نرى تقريباً تقضع وهذه الناس الذين سألن نرى فيهم لا يوجد المقاومة ويوجد تحرير في أي بلاسة في أي دولة نرى أن المغرب هو الذي لم يكن لدينا هذه الأسرة مع الأسف اليوم السيد الوزير يقول لك أنه اليوم في الثمانية سيطلق الأسماء للناس الذين يستفيدون من المقالع والتعطة لأحد الذين استفدت من القريبات معنا من يجعلون السميات السميات يخرجون والذين يدخلون ويقعون هذه الأسف لم يكن يستحقون هذه الأسرة المقاومة ويوجد تحرير ويوجد تستفيد من المقالع ويوجد تستفيد من المقاومات ويوجد تعطي المقاومات ويوجد تعطي لهم مكار في السوق يجعلون 30 من الناس ويقسموا هذه البركة يجعلون 500 درهم أو 600 درهم ويوجدون ويجعلون يجعلون ويجعلون لا الوظلة ويقدرون أمام قائما لا يتغير ولا يتحرك ولم يكن ما برنامجه لم يكن لا يوجد فالأصدق يجعلون ومحرير وماذا ما يجعلون السميات وإن يتحدث هذا هو النميات ويجعلون 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 اليوم خصنا الأسرة نرى بها وهذه الحكومة نرى خير ونتمت في أن تصدق المقاصة اليوم نرى صندوق المقاصة صندوق المقاصة تريد أن تعدل خصاد المقاوة موجيش تحريض خلص هذا صندوق المقاصة وهناك الأولى في استهل ويستهلون الكثير وكما قلت ما لدينا أعطينا ليهم ما زال خصومة كثيرا الله يردع لك السيد الوزير وأنا ننجح نداء الحكومة باركة هذه الناس دورة أرها يعني حشوم علينا لك سياسي ولك مسؤولين كما بغينا نكونوا من راعيوا لهذه الأسرة هذه ونضمنوا لهم عيشة كريمة لأن السين ديالهم الآن ما بقى لهم كثير مساكن شوفوا من حالتهم وشكراً سيد الوزير شكراً سيد نائب أقدر التعقيب سيد الوزير شكراً سيد رئيسة سيد نائب أنا ما بغشت لما أخلاقياً نبخس العمل للحكومة المتعاقبة قلنا الواقع شنو فيه ولكن أكدنا على أن الحكومة اليوم مجاياش بشتعامل مع أي شريحة تحتاج إلى رعاية خاصة بطريقة استثنائية المنظور اليوم واضح كلها الاختلالة الاجتماعية وهذه الشريحة في طليعتها ما يمكن إلا تكون محط رعاية للحكومة بشار القادين خرجوا منها لما يشير موضوع خلاف ولكن بطريقة المسؤولة أنا أكدت على أنه كان أمور كالتعمل ونحن لسنا من مدرسة إذا دخلت أمة لعنت أختها قلنا كان أمور اليوم الحكومة غدافت جاء أنها بطلب ومبادرة من المندوبية السمية أنها تراجع القانون لكي ننضمها الإمدادات هذه هو الارتقاب الاجتماعي ولكن فوق هذا لا يمكن أن نحاسب من سبقنا بطريقة غير معقولة شكرا شكرا شكرا